وقفنا الحلقة اللي فاتت لما كانت فيه مفاجأة يا طرقه المفاجأ بسم الله نبدأ حلقتنا كانت في الأيام الأخيرة في المعسكر والبنات كانوا في قمة نشطهم ورجعت علاقتهم بأزواجهم كانت في قمة ساعدتهم وده طبعا في حدود الموتاح لهم لأنهم كانت بين الكتاب فقط وجاه اليوم الأخير في المعسكر وجاسر وقف في ساحة التدريبات والكل منتبه ليه طبعا انتم معارفين ان احنا النهاردة اخر يوم لنا في المعسكر احب اشكر كل الطلب الموجودين معنا في التدريبات واللي اكتازه كل الاختبارات واشكر كل من القادة الموجودين المقدم امل وفريق الوحوش بقيادتي انا والعميد رعض ومالك وحمزة واحمد ومحمود والملازم اول اية واسراء الملازمين تؤو شروق ونور وحبيبه ويوسف وعمر ويسين ومحمد على تعبهم معنا في فترة التدريبات وربنا الموفق والمستعان وياريت كلنا نجهز علشان نغادر المعسكر بالليل تمام؟ تمام يا فندب وبدأت كل يمشي مع دا الفرقة والبنات وجاسر قال ايا مكان الجنبي هنا حاضر بيت يا نور هو تقعد مكان غير مكاني فاهمة؟ بيت انت بقيت بيئة ويميزو وثبته ومشيت وهو مش وراها خل يا بيت انا بيئة انا بيبيت قلبي مكان الجنبي مش عايزك تبعد عني يلا اروحي جهزي وانا اجهز اوكي يا حب حاضر يا ملوكي يا حبيبي الله اكبر دا احنا بنتدلع اخيرا انا هو قلتها انا اه انا قلتها موتو مش هسمعها منك يا ناس قالتلي ايه قالتلي يا حبيبي بس بس هتفضحنا بعد الشر عليك من الموت اواتقول كده هزعل منك والله ما اقدرش على زعل قلبي وروحي وليسا هيقرب منها هي جريت من قدامه وهو بيدحك عليها هو محمود ان شروق هستناك نطلع مع بعض لتوبيس يا حرم المصون حاضر حبيب المطيع ولكيوت الامر بس بقى يا محمود انت بتبقى امر اوي وانت مكسوف شكرا طب يلا بقى اروحي جهازي وهستناك اوكي اوكي توتا يا امر نعم يا احمد تعالي معايا جاهزيلي شنططي يلا يا زوجتي العزيزة لا لا ماينفعش بس انت تروح تجاهزها وانا روح اجاهز شنططي ونتقبل في الاوتوبيس بقى كده بقى اول مرة اطلب منك طلب ومش عايزة تعمله لي ماشي يا تو والله مقصد بس ماينفعش وما تزعلش مني لما بقى في بيتك علي اجهز لك كل حاجة تخصك بس مش تزعل مني بالله عليك يا حبيبي ايه انت قلت ايه قلت اجهز لك اللي يخصك اللي بعديها يا توه اللي بعديها قلت ايه قلت يا حبيبي صلاطي النبي يا حسن قالت هاتوت يا حبيبة قلبي وليسه رايح يشيلها جريت من قدامه احنا في المعسكر يا مجنون هنتقدم له محاكمة عسكرية اوه ربنا ماينفع انا عايز اتجاوز يا ناس ويراه علشان يجهز نفسه علشان يمشو ورعد قال اسراء ها جنبي من غير كلام طبعا يا سيادة العميل هو نقدر ابيض عنك حبيب قلبي المطيع يلا يا روحي بقى اجهزي وهستناكي اوكي يا قلبي اوكي يا رادي يا حلاوة عليها يا أولاد يا رعضها هو في كده يا جدعان وكل جهز ورقبوا الاوتوبيس وكل بنت من البنات ركبت جنب امانها وحبيبها ما هم موحوش مع كل الا معهم هم الامان والسند والضهر ما هو ساعة الزوج سند لمرات وامانها اللي ممكن تستغنى به عن الدنيا كلها سندوا امان الست والبنت وجوه الاوتوبيس كل واحدة قاعدة جنب زوجها وبدأوا يتكلموا والبنات بعد وقت رحوا في النوم وكل واحد من الوحوش اخذ مراته في حضنه وعايز يخبيها من الكون كله وبعد فترة من الوقت وصلوا مقر وزارة الدفاع والطلبة بدأوا ينزله وكل واحد من الوحوش بصح زوجته وجاسر قال ايا امي يلا وصلنا وايا فتحت عينها وقالت له بجد انا محسيتش بالطريق اه منا لقيتك نمتي واحنا بنتكلم مرضواتش اغلس عليك تسلم يا جسورة العمية جسر الالفي بيتقلوا جسورة ضاعت هبت بين الناس يا جرعان ما نقدرش يا باشا ده انت تجفؤ الرؤوس وانت تجفؤ راسي يا ايوش يا رب عيش وعيش كملكة جوه قلبي ربنا يخليك لي يا حبيبي وما يحلمنيش منك ابدا ونفضل مع بعض على طول يا رب يلا ينزل بقى علشان اوصلك للبقت وينزلوا من الاوتوبيس وينسيبهم ونروح لراد واسرق حبيبي ممكن نصح علشان وصلنا صباح الخير صباح الفل والياسمين على اجمل وردة في وسطان حياتي حبيبي تستمن كل شر وينزلوا من الاوتوبيس ومحمود وشرق كمان نزلوا واحمد وطقة ومفضلش غير مجنين الرواية نروح حمزة نوارا امي يلا وصلنا انا عارف مش هتقوم بسهولة وبعدين شكلنا وحش كده قوي الكل نزل يا نور امي باي خرب بيت فارج هننصدح امي يا بيت اه ماما اماما سبينة عايزة نام ماما ماما مين لا دي لازم تصحى بدا ما نلاقي قوات الخاصة طالعنا وشاف ازازة مياه قدامه جابها ودلقها فوق دماغها علشان تفوق اه اه بغرق بغرق الحقوني يا حمزة الحقني اخرب بيتك سيبني في البسين اه ونامت تاني وحمزة كمل دلق المية وبعد عذاب صحية نور اخيرا اخيرا يا نور ده انت عزبتيني على مصحيتي ونور انتبهت وعرفت ان هي لسه في الاوتوبيس وبتقوله ياه هو احنا لسه في الاوتوبيس وانا كمان نمت ده كله الناس كلها نزلت الا انت تعبتيني اسفة انا كنت تعبانة شوية تعبانة مالك حس ان جسمي كله مكسر شكل دخل على دور برد اروح اخد اي حاجة للبرد ونام وان شاء الله هبقى كويس الف مليون سلام عليك يا قلبي بصي تعالي ننزل واخدك اوديك للدكتور واتطمن عليك الموضوع مش مستهل ويجي التقوم مش قادرة وكانت هتقع وحمزة قال لا ده الموضوع كبير تعالي وراح شالها وهي بتقوله حمزة ما انفعش كده نزلني والناس ند عليك بس كده ما يصحش شش انت مراطي وكل الموجودين عارفين ده وانت تعبانة وجسمك سخن واخدها ونزل وكل اللي كانوا في الاوتوبيس وقفين والنور كانت مخسعة جدا وحطت دماغها جوة صدره يا جماعة مراطي تعبانة وانا واخدها على المستشفى ويسابهم ومشا والبنات تتخضوا على صحبتهم وجروا وراح حمزة وتقالت طمننا بالله عليك مالها هي شكلها اخر الدور برد جديد وانا اودها المستشفى عشان نطمن عليها وانحنا هنيجي وراك الموضوع مش مثالة محمود روح انتو وانا وديها وروحها على البيت بالله عليك دول هيوفقوا ويسيبوا صحبتهم شوفوا شو هم عامل ازاي مخضون عليها يلا يا حمزة اركب معي انا واسرقوا واسرقوا من المستشفى علشان مش هتعرف تسوق تمام يا رعد ودخل نور عربيت رعد واخدها في حضنه واسرقوا قدام جنب رعد وكل بنت ركبت عربيت زوجها وراحوا المستشفى ودخلوا وحمزة طلب دكتورة هي اللي تكشف بما ان البنات دكترة دخلوا معاها والدكتورة طمنتهم هي عندها دور برد بس جديد شوية هديها حقنة نزل الشسخونية وعلق لها محلول يغزيها لان الضغطة هواطي جدا وخرجت وثبتهم والممرضة دخلت علشان تعمل اللي الدكتورة قالت عليه واشرق قالت لها سيبينا احنا نعمل كل المطلوب والممرضة عرفت انهم دكترة ووفقت وثبتهم وخرجت واشرق علقت لها المحلول ودت لها الحقنة وعادوا جنبها وحمزة اتصل بباباها وقال له احنا وصلنا بس النور تعبت شوية واخرة برد وهي في المستشفى ما تقلقش عليها عنوان المستشفى فين وانا جاي على طول بس يا عم ما تبلغش ممطة لا هي ولا اختها خير يا حمزة يا ابني بنت مارها طميني والله يا عم هي عندها شوية برد والدكتورة طمنتنا وصحبتها معاه انا هاجة طمن عليها وبعد شوية بابا هاجة ودخل علشان يطمن عليها وايا فتحت الباب وشافت احمد بابا نور ازايك يا عمي ازايك انت يا بنتي حمد الله على السلامة الله يسلمك يا عمي ويفتحت الباب بعد ما اطمنت انك كل اعدل حجابه علشان حمزة داخل مع بابا نور وبابا نور اطمن طمنون يا بنات نور عاملة ايه هي الحمد اللي كويسة يا عمي السخنية نزلت شوية هي هتفوق بعد ما المحلول ده يخلص وحمزة قال بصوا با يا بنات انت تقوموا تمشوا وانا واما احمد هنقعد معاها شوية علشان انتوا كمان رجعين تعبنيني السفر لا لا انا ولا البنات هنمشي من هنا غير لما نطمن عليها ونخرج كلنا مع بعض والبنات امنوا على كلام ايه وبابا نور قال ربنا يخلكم لبعض يا حبيب قلبي ويخلك لنا يا عمو انا هطلعنا المحمود اقول له يروح يرتاح وانا هتصل ببابا وقول له ان انا وصلت بس انا مع نور في المستشفى وخرجت شروق والبنات كمان عاملوا زيها وحاولوا مع ازواجهم وهم مرضوش يروحوا وبعد مدى من الوقت نور فائد ولقت باباها قدامها وحمزة وصحبتها وبتحاول تتعدل ومش قادرة حمزة جير عليها ونسى اصلا ان بابا نور موجود هو والبنات وحمزة قال الف مليون سلام عليك يا نورة قلبي الله يسلمك يا حمزة هو كل اللي بيبقى عيان بيحلو كده حمزة احنا مش لوحدنا بص وراك وحمزة اخد باله وشفهمهم ممتنى حين لهم وحمزة بيدحك منور يا عمي منورين يا بنات والبنات فاتصانين من الده وابو نور بيدحك وبيقول له بطل سهواك يا واد انت ابوها واقف مراتي يا عمي لا لسه مش مراتك طب جوزها لي ينوبك سواب يا عمي ربنا يخليك ويخلي عيالك يا رب انت هتشحت ماشي انا موافق بس الرأي رأيها ونوري بتسمد وسكتت وحمزة قال السكوت علمت الرضا خلاص الفرح يوم الخميس الخميس اللي هو بتاع بعد بكرة اي نعم حمزة اهدى يا حبيبي اهدى كده وصبر شوية فيه رسالة ماجستير هتناقشها وهي مهاية في بيتي ما تتكلم يا بنتي الصبر يا حضرة الزابط الموضوع مش بالسرعة كده نعم يا اختي لا انا متسرع وعايز اتجوزك النهاردة قبل بكرة وانت تقوله ليه ده والموضوع مش محتاج سرعة لا وقال في لا وربنا يا نور يا بنت مو نور اخطفك واتجوزك انا عايز اتجوز عايز اتجوز يا جدعان هاريسود ده طلع اجن منها والبنات فاتصنين من الدحك علي واسحبوا بره بسبب سوط العلي برضو ميتين من الدحك علي وحمزة قال قلت ايه يا عمي هتجوزوني بنتك ولا اخطفها خلاص يا حمزة اهدى البنت بس تطلع من المستشفى وانحدد معاتك جوزوا فيه ايوا بقى يا عم احمد يا جامد وقعد يعني وقعد يغني ويسقف وبيغني وبيقول يا ولد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس دعوة عامة كملوا انتوا بقى على فكرة انت كتب الكتاب شوف اغنية تانية وربنا ما اعرف اغنية تانية غيرها نوارة لو تعرفي غن انت لا ما اعرفش خلاص مش مشكلة اهم حاجة ان احنا هنتجوز وخلاص مبروك يا نوارة قلبي متكسفنش بقى بابا واقف وما يصحش كده بصي انت مراتي واتكلم براحتي والفرح ده تحصل حاصل متخلنش بقى اشيلك واخدك على بيتنا يا ابن طبيع من حسابي انا واقف ايه ده منور يا عمي وفضله على كده على جنان حمزة ومشاكسته مع نور وباباها وبعد فترة من الوقت الدكتورة كتبت لنور خروج وحمزة وصلها البيتها وباباها وبعدها روح بيته والبنات برضو روحوا بيتهم وبعد معنى ومشقة اليوم وكل دخل سلم على اهله وراحوا في النوم وعدى الليل بسواده واشرقت الشمس باشاعتها الزهبية محملة بمفاجآت للبنات تلفون نور بيرن مسكتوه يا نايمة احلى قالو من نورة قلبي صباح الخير يا حمز صباح القشطة بالعسل على اجمل نورة اللي نورت حياتي ونور ما بتردش نور ايه انت نمت تاني ولا ايه لا معنك بس كلامات بيكسفني مش عارف ارد لا ما تكسفاش ده لسه فيه كلام تاني احلى من كده بكتير لسه ما قولتهوش ولما ونور قفلت التلفون في وشه وعدت تهوى على وشها ومسك قلبها وبينبط زي الطبول وبتقول ليس امحك يا حمزة هتموتني نقص عمر بحبك وبموت فيك يا ميزو وعلى الناحية التانية حمزة قال ايه ده ده قفلت التلفون في وشه يا بنت المجنونة بعشق جنانها وكسفها وطبطها هي من الاخر كده كوكتيل جميل مالوش حل ربنا يا قدرني وسعيدك انا ورد قلبي وانسيبهم ونروح لمكان تاني للعصفرين الكناريا التانيين شرقه محمود قالو احلى قالو والله العظيم صباح الفل يا شوشة صباح الخير يا محمود وحشتني يا شرق قوي وانت كمان انا عارف ان انت بقيت طمطماية صح؟ بس بقى يا محمود ما تكسفنيش بقولك قومي كده والبسي انا تصلت بعامي واستأذنته ان انا هفسحك يعني النهاردة يومنا هنقضي مع بعض ماشي يا قلبي ماشي يا حبيب هو مجهزة هو لحد ما تيجي وقفلوا مع بعض ونسيبهم ونروح لتوتا واحمد صباح الفل يا توتا صباح الفل يا احمد عامل ايه؟ نمتي وارتحتي؟ الحمد لله انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام انا جاي لك النهاردة فيه مفاجأة لكي بجل؟ طب انا هستناك ماشي يا توتا يا حبي سلام سلام وقفلت معه وقامت توضط وصلت وخرجت لباباها ومامتها واخوها وصبحت عليهم وقالت لهم احمد بيقول انه هو جاي النهاردة اه ما هو اتصل بي وبلغني تمام وقعدت معهم على الصفرة بتفتر نسيبها تنتظر المفاجأة ونروح لحبيبة ومالك حبيبة ومالك بيكلموا بعض مالك قال لها استعدي يا بيبة للمفاجأة مفاجئت ايه يا مالك؟ لا سيادة اللي هو هو اللي هيقولك يلا امي وبطلي كسل وانزلي وهو هيقولك ماشي ها امهو هنزل اشوف المفاجأة اوكي واقفلهم مع بعض نسيبها تنزل تعرف مفاجأتها ونروح لرعد واسراء رعد بيرلنا على اسراء واسراء ردت على طول لانها كانت صحية وكانت لسه مخلصة صلاة ازايك يا ساسا؟ عامل ايه يا قلبي؟ الحمد لله يا حبيبي انت عامل ايه انت؟ في البيت ولا ايه؟ اه من اجازة النهاردة وجاي لك النهاردة عشان اقولك على مفاجأتي مفاجأة؟ مفاجأة ايه يا رعودي؟ طب لو انا اقولك هتبقى مفاجأة ازاي؟ عب عليك يا سات الملازم اول ماشي يا سيادة العميد واقفلوا مع بعض نسيبهم بقى ونروح لجسرة وايوش يا صباح الجمال على ملكة قلبي انا صباح الفل يا حبيبي بقولك ايه؟ استعدي المفاجأة النهاردة عم المحمود هيبلغك بيها وانا جاي لك عشان نكمل بقية المفاجأة انا ليه حاسة ان انا عارفة المفاجأة دي؟ طبعا حبيبي بفهمه يا طايره جولي بقى ايه هي؟ هتحدد معاد الفرح صح؟ ايوا بقى يا يوش يا جامد هو ده اللي انا جاي بقى اتكلم مع عمي وانحدد المعاد وننزل لجي فستان الفرح والبدلة يلا امي جايزي بقى وهاجه اتكلم مع عمي وهستغزم منه وننزل على طوق اوكي يا باشا قلبي وروح الباشا وقفلوا مع بعض وكل واحد من الوحوش راح لبيت حبيبته وحددوا معاد الفرح ونزلوا يجيبوا فستان الفرح والبدل انتظرونا في اجمل ليالي العمر مع اجمل قصص العشق والحب انتظرونا في فستين الفرح والبدل بتاعت وحوشنا وشكرا لكل متابعي الرواية وشكرا على تشجعكم لي وعلى كلامكم الحلو في حق الرواية بحبكم جدا ربنا يخليكم لي يا رب استوب لحد هنا ونكمل بكرة في الحلقة الاخيرة انتظرونا واللي وصل معنا لاخر الحلقة مانساش يدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة اللي لسه مشتركش دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اللي لسهر